أبدأ بسؤال سألني إياها أحد الإخوة ورأيت أن من الفائدة أن أجيب عنه جوابا عاما وهو متى تكون دعوة الصائم التي لا ترد فأقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة لا ترد أن للصائم دعوة لا ترد وجاء في بعض الروايات التي فيها ضعف حتى يفطر وجاء في بعض الروايات وفيها ضعف حين يفطر وجاء في بعض الروايات وفيها ضعف عند فطره وأقوى هذه الروايات التي فيها ضعف حتى يفطر إذن دعوة الصائم التي لا ترد هي حالة كونه صائما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ليس هذا خاصاً بوقت الغروب كما يفهم بعض الناس بعد الفجر ضحى بعد الظهر بعد العصر لكن لا شك أن لآخر العمل مزية في الدعاء كما في الصلاة بعد أن يبذل العبد ما يبذل في العمل ويتعب حتى يأتي إلى آخره فإن لآخره مزية في الدعاء فحسن أن يدعو الصائم عند آخر وقت صومه لكن لا يخصص الدعاء بهذا الوقت يدعو الإنسان دعاء عاماً ويدعو دعاء خاصاً ويكثر من الدعاء للأمة ولولاة الأمر وللعلماء ولنفسه ولأهله ولوالديه بما فيه الخير وللعلماء ترجمة نانسي قنقر شكرا